السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي نشوف ازاي نشتغل على ال Viewpoint في برنامج Synchro ال Viewpoint مستو ان انا باخد اكتر من لقطة بحيث ان انا اقدر في اي وقت اشوف اللقطة معي هنا ممكن تكون مسلا اعمل فوكس على نقطة معي هنا ف اقدر في اي وقت ارجع لها اجي هنا من Navigator واقول له Viewpoints واجي هنا اقول له Add واضيف ال Viewpoint اللي انا عايزة سميها مسلا تمام وبعد كده هروح اقول له مسلا انا عايز اعمل زوم هنا اخد لقطة تانية او اسميها مسلا W فيوقت ممكن اجي على ال Viewpoint وقول له Active and Select 3D View فيبدأ يعمل لي زوم على الجزء اللي انا عايزه وله انجنرال تقدر تحط المعلومات اللي انت عايزها عن اللقطة دية Description تقدر تحط URL اللي زيما انت عايز تقدر تضيف اكتر من اللقطة وتقدر في اي وقت تعدى الاسم يعني كنت جينا على القيود تقول له انا عايز اغير الاسم رينيم عايز الغيها عايز اعمل كوبة منها عايز اكتفها دلوقتي عايز اصيفها كصورة من حيث تحتفظ بها للذكرى وتبرع لاصحابك اشتركوا في القناة